بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين الامتحان الرابع من مراجعة نهائية كتاب المعاصر للصف الأول الثانوي وأول جملة بيقول لي مشوار طويل أو سير طويل دي مشي طويل من البيت بتاعي للنادي كلمة ووك اللي هي يمشي ممكن نبدلها بايه نبدلها آه هو هنا معناها مشوار طويل شوية يعني تمام فهو عايز يقول الطريق أو المسلك أو المصار ما بين بيتي والنادي حاجة طويلة طيب روت معناها مسلك أو مصار هتنفع فلايت يعني رحلة جوية مش هتنفع بعدين بيث يعني ممر أو طريق برضو يبقى برضو هتنفع بعدين ديستينيشن اللي هي جهة الوصول لا مش هتنفع بعدين فيوياج يعني رحلة بحرية برضو مش هتنفع يبقى هينفع معنا روت وبيث يعني طريق او ممر طيب اسبيتر to invite them. من الافضل ان تدعوهم. اول نقط ادهم. عاوز يقول لي ترى كلهم الا ادهم ولا بما فيهم ادهم. طبعا هو عاوز يقول لي من الافضل انك انت تدعيهم كلهم وبالذات يعني وخصوصا وخصوصا ادهم ده. يبقى هنا اخد جنرالي عموما ولا رينري نادرا ولا لودلي ولا اسباشلي اسباشلي اساسي معي في الاختيار. عايز اقول له وخصوصا ادهم على سلمسا ان هو المطلوب وهو العيل الصغير الموجود. اللي يسويها بقى هي اللي بعديها على طول هي كلمة على وجه الحدود التخصيص او على وجه التعيين وهكذا يبقى الاتنين يسوي بعض. طيب هنختار واحدة بس بقى في اللي جاي. ودي صيد تقررنا. الفعل دي صيد تاخد بعدها طول مصدر. يبقى تو ستي. يبقى انت هتركز كده ان دي بتاخد بعدها طول مصدر عشان تعرف تحفظ. وطو دي ولايك تو ستارت وز. وتحب تبدأ بايه? قال له اي نقط لين تلسوب. عايز ابدأ بيه اه شربة عدس. طيب هنا متهيقلي طرام انت في القفية وقاعد في القفية وبقى ده قرار سريع. القرار السريع ده بياخد ويل ويل مصدر لان لسه انت مش هتفكر تاكل ايه. لا اويل هاف. سوف اتناول كذا. ايضونت هاف نقط فرندس. ما عندش اصحاب. الا تلاتة بس. يبقى ما عنديش كتير بقى ايضونت هاف ماني فرندس. ما عنديش اصحاب كتير. يا دوب دول تلاتة. اما لو اخترت ان اللي هي الاولى. كانت هتدي معنى ان انا ما عنديش اي اصحاب. طبعا القاعدة اللي هي وبعدين بيجيب مدة بعدها سواء كانت شهر او يوم او اسبوع اي مدة عموما. وبعد كده بتيجي الحاجة وبعد سنس بختار ماضي بسيط. يبقى انا طبيعا ان انا اختار ماضي بسيط عشان القاعدة بتقول لي ايه? بتقول لي. اتس مدة سنس ماضي بسيط. طيب انجليش نقط ولو فرزورت. الانجليزي ما بيتكلمش ولكن يتكلم به. فعشان كده هتبقى مبنية للمجهول. هتبقى از والتصريف التالت. از يتحدث به في جميع انحاء العالم. لو هو ارى. لو هو ارى. او الملسق اللي مكتوب ده. كان يعرف المشروب ده بيتكون من ايه? طبعا ود والمصدر. يبقى دي حالة اف التانية. حالة اف التانية يبقى عايزة ماضي. الماضي من كلمة يقرأ هي يريد زي ما هي. عشان هي لو مضارع كانت قبلة الاس. انما هي ماضي عشان وضو المصدر. خطة غير لا خطة غير امينة. انك تسرق الفلوس. يبقى ايه دي بقى? اسكام. اسكام اللي هو ايه? اللي هو زي الهاكر وكده اللي هو خبناها في تالت اعداد تقريبا. اللي هي اختلاس او اه احتيال. كل ده يدي معنى اسكام. تمام? طيب. اه سامي كزا وزنها. بدأت اه هو الحاجة بتاعته صارة صارة ونها الصداقة اللي بينهم يعني بدأت من المدرسة. فهو بيقول لي الحل ولا التعبير ولا الصداقة. اكيد عايز يقول الصداقة اللي بينهم بدأت ومن هما في المدرسة. انا عارف ازاي تغلب على الموقف الصعب ده. ازا هاف كزا ات بي فور. طبعا ازاي ايه بقى? اي ا ا ا اي نو? طالما تغلب على الموقف يبقى الراجل ده ايه بقى? يبقى اكسبيريانسد. اي هاف اكسبيريانسد. يعني عديت عليه قبل كده. هو المفروض كان قلق اكسبيريانسد بس عاس ان هو عنده خبرة يعني. لكن ازاي هاف اكسبيريانسد استخدم هاف هنا كمضارع تام يعني. ان انا ايه? عديت بي قبل كده. الناس اللي هي بتعمل ايه? دي يعني تتغرم. تدفع فلوس. طالما هتتغرم يبقى انت بتطيع القانون اللي بتخلفه كده. يبقى بتخلفه طالما هتتغرم. يبقى ازا ايه بريك دي ليه تدي معنى المخالفة. او يخالف او يكسر القوانين. ايه اللي ياخد للمستشفى العامة. الحلول ولا الضحايا? ولا ولا الاعلانات? اكيد بيتكلم على الضحايا. هي اللي تخص العملية البشرية. يبقى ناخد اللي هما الضحايا. فاكرين الواحدة بتاعت الاغنية دي. بقى انك تمشي في الطريق بقى. تمام? انت الساير يعني هي نفس المعنى. القطع الصغيرة بيقولي. بيتبعوا قواعد المدرسة. زي نقط عاوز يقولي عمرهم ما بيجوا متاخرين على المدرسة. طيب ما بيجيش الا بعد ام او او از او ار. يبقى زي ار. زي ار نيفر. مش هقدر فيها لان هي نيفر نافي اصلا. تمام? فعشان كده انا هاخد مين? عمرهم ما بيبقوا متاخرين على المدرسة. اه زي ار نقط اون طايم. يبقى زي ار ايه بقى? ممكن نقول له كامينج اون طايم يعني بيجوا في معادهم المناسب. ولا ممكن ناخد حاجة بدل نيفر اللي هي عكسها مسلا ينفع لتنين. فانت اخد علشان عكس ايه? عكس نيفر. دايما بيجوا في معادهم. نقط انكلاس زي هلب بيساعدوا اسات زيتهم وزميلهم. يبقى هنقول له هنبدأ الكلام بايه بقى? هنقول له مسلا اه ممكن نقول له كمان اه اثناء الفصل مسلا اه كل دا ينفع تمام? بس هو بيستخدم علشان ايه? علشان ان دي. فهنقول له اثناء ما بيكونه في الفصل. مش لازم اجيب بعدها القاعدة بقى. انا خرجت من نطاق الازمينة اصلا وخدت اسمي بعدها اللي هو انكلاس. بيساعدوا مدرسينهم وزميلهم زي عندهم احلام اه عايزين يوصلوا بقى عشان يوصلوا عندهم احلام يبقى لكي يصلوا او لكي يحققوها يعني. تمام? طيب. اه هنا بيتكلم على لعبة الشطرنج بقى والضمله. وبيقول لي بيلعبوها بقى الزكور ومش عارف ايه ويعني بيتكلم عنها كتير ويقولك ان انت اه تلات اخوات وحكاية عن القطع يعني ان هسيبكم للقرية وهحل انا على طوله هطلع لكم من ايه? الا الايجابات. زابست طايتل اوف زباسج. افضل عنوان للقطعة. يا ترى لعبة الشطرنج لعبة ولا الشطرنج بيتلعب بواسطة الرجال فقط ولا ومن النساء بيحط نهاية للمينز تشيس دومونيشن ولا المين اه المين دومونيتي تشيس عشان هما اسكاء جدا. طبعا هي دي الاخيرة ان النساء بتحط نهاية للعبة الشطرنج اه بدل الدومينيشن اللي هي الايه? الدومنة. يبقى هناخد الاختيار بتاع النساء الاخير ده علشان هو عاوز يعمل الفرق بين ده وبين ده. باللي بدء بالومن ده. ماشي? طيب. بعد كده بيقول لي اللي هي بداية البراكرافي التاني. اللي هي دي. الاتشيف منت اوف سري سستر. اديكيشن البروجرام هو كان ولا ولا كان ايه بالزبط بالنسبة لهم. طبعا بيقول لي ده كان ولا ولا طبعا كان ايه كان كان عامل اه مفاجأة ليهم او كان عامل دهشة ليهم. كلمة اللي هي يوميا في معناها ايه? خلي بالكم من اللي هما ايه? لازم تيجي في اخر الجملة. اما المتصلة يجي بعدها حاجة. عشان كده لما نطلع فوق للبراكرافي التاني هنلاقي بعدها حاجة. يعني هنبص هنا كده اهو. هلاقي بيقول لي ايه? اهو. تمام? فعشان كده طبعا ما جاء بعدها حاجة باعرف على طول ان هي المتصلة وليست المنفاصلة. رقم تسعتاشر بيقول لي اه نقط كان اصغر شخص ان هو ينجز في لعبة الشاترانج يعني. اصغر شخص في المجموعة هو جدد. اه بيقول لي بقى هنا اذكر المفتاحين الاساسيين علشان اللي هما يجعلوا الشخص عبقاري او زاكي يعني. اه طبعا انت مش هتذكر من دماغك. انت هتذكر حسب ايه? حسب القطعة. فبيقول لي اه اول حاجة انك لازم يبقى في تدريب يعني انت هتخليها اول حاجة اللي هي تدريب. لازم الواحد يتدرب ويمارس على الحاجة. بعدين يكون في ايه تخصص بقى? يكون فيه تخصص. ايه هو التخصص ده? انك انت ان انا مسلا ما ينفعش بقى مدارس انجليزي واشرح رياضة. لا اه كل واحد حسب ايه? حسب اه تخصصه. تمام? طيب. كيف تعتقد ان السلاث اخوات تعلموا اللغات الاجنبية? بيقول لي الديني بقى ايه? طريقتين ان هما اتعلموا ازاي? طبعا اول حاجة امهم. تمام? اه الصفر اللي كانوا بيسافروا. تمام? يبقى هنقول له بقى اه او مام. الام يعني كانت بتعلمهم. والطريقة التانية اللي هي الصفر. كانوا بيسافروا كتير. اه الصفر بتاعهم يعني. طيب. هل تعتقد ان الناس العبقرة? يعني يقدروا يعملوهم ولا لأ? وقل لي ليه? لو قلت ايوة قل لي ايوة ليه? ولو قلت لا قل لي لا ليه? والله هو ايه? هو احنا هنقول له اه لو لو في تدريب كويس ولو في خطة كويسة الناس ماشي عليها. يبقى ايز ايز اهو تمام? ونقول له بقى اف زير لو انه يوجد يعني لو في تدريب كويس يعني في تدريب كويس وفي خطة كويسة الناس ماشي عليها. يبقى اذا هيبقى فيه. طيب ده لو قلنا ايوة. طب ولو قلنا نو بقى. لو قلنا نو طبعا موضوع العباقرة ده بيبقى هيبة من عنده ربنا مش من عنده حد يعني. تمام? فلو قلنا نو هنقول آآ زي نيد تو بي تالنتد. يعني هم محتاجين يكونوا موهوبين علشان يبقوا عباقرة يعني مش حاجة سهلة. تمام? فهنقول لازم يكونوا آآ موهوبين علشان آآ يبقوا عباقرة. تمام? طيب الترجمة بيقول لي بقى من الجيد ان تصنع لنفسك اهدافا تسعى لتحقيقها في فترة زمنية محددة. من الجيد طبعا ان انا هبدأ بايه? ان انا هبدأ بكلمة انا دايما انسى الترجمة الانجليزي فوق. طيب. هنبدأ بالعربي مش مشكلة. من الجيد بقى يبقى هقول له ايه? هقول له اتس آآ واجيب الصفة اللي هي اتس جود. يعني اتس صفة المصدر اللي احنا بنقولها كده. وهنا جيد يبقى اتس جود تمام? يبقى هنقول له اتس جود تو من الجيد تضع يبقى ست كلمة كلمة هو. طبعا تضع لي. هي معناها على بعضها تضع لي. تمام؟ طيب. تمام? تضع لنفسك اهدافا. يبقى اهدافا لنفسك. ثمام؟ من الجيد ان تضع اهدافا لنفسك. تسعى لتحقيقها. طبعا اه يبقى هنقول له او توريتش زي ما هو قالها من شوية. يعني هو قالها في الاختيارات اه ريتش. تمام? اللي هي كانت مع دريم. هنا احنا اختار اتشيف اللي هي الافضل هي عشان تيجي بمعنى ايه? يحقق. في فترة محددة يبقى نقول له. يعني محدد. يعني فترة. ماشي. في فترة محددة. ولكن الافضل ان تكون هزيه الاهداف مناسبة لقدراتك. يبقى هنقول له بقى but the best to choose goals which are suitable. يبقى but the best ولكن الافضل to and choose تختار تختار goals اهداف. الاهداف دي بقى are تكون suitable مناسبة او ملائمة. for ملائمة لقدراتك بقى. اه قدراتك دي هنقول له ايه بقى your abilities. your abilities. ملائمة for your abilities. تمام? your abilities. مناسبة لقدراتك. فتحققها بسهولة. to achieve it easily. to achieve it او زم بقى عشان هما جمع. يبقى to achieve zim easily بقى اللي هي ايه اللي هي بسهولة. ماشي? طيب. بالنسبة للعربي. اه مني رايترز مني رايتز كتابات كثيرة تعتمد على يبقى هنبدأ بدي بند دي هنقول له تعتمد هي رايتز دي ولا هي المفروض على كده تبقى مؤلفين يعني او كتاب يعني المفروض تبقى رايترز. ان هو يزود رايترز. علشان هي مش معقولة تبقى كده. المهم هنقول له يعتمد كثيرا من الكتاب في كتاباتهم على القصص الحقيقية التي من المحتمل ان تحدث لهم او بعض الناس يمكن ان يعرفونها جيدا. يبقى يعتمد كثيرا من الكتاب في كتاباتهم على قصص حقيقية. من المحتمل ان تكون حدثت لهم او تكون حدثت لهم او لبعض الناس الذين يعرفونهم جيدا. او لبعض الناس الذين عرفوهم عشان دي ماضي. الذين عرفوهم جيدا. الامتحان الخامس. هنا وجهه او يواجه. طبعا هنا يواجه. لقد واجهنا مشكلات كثيرة. هو بيقول كده. لقد واجهنا مشكلات كثيرة. عايز هو عكس كلمة هي معناها آآ كبير يعني. عكسها ايه بقى? اول عكس ليها اللي هو كلمة اللي هي تدي معنا صغير. تمام? طيب. يعني هام آآ من يعني رئيسي او اساسي يعني غير عطوف يعني برضو غير هام. يبقى تنفع هي غير هام وتنفع حاجة صغيرة. طيب. الطلبة اللي هو او العلماء اللي هم ازكياء. نقط بيعملوا ايه اللي الاجهزة الجديدة مسلا. طول الوقت. عشان يخلوا الحياة سهلة. يبقى اكيد هم بيختلعوها. فهناخد كلمة اللي هي يخترع. اللي هي الاخيرة دي هم ما بيكتشفوش. لا بيختروا حاجات جديدة عشان يخلوا الحياة. سهلة. طب بيدعو. طب بيستكشفو. طب كريت طب ديسكافر. آآ كريت دي يعني ينشئ ينشئ برضو او يخلق يعني فهم كده كده بيبتكروا برضو اشياء جديدة. هل تعتقد ان كايرو القاهرة آآ يعني هتكبر طالما يبقى الكلام على مين? يبقى الكلام على وين? لان هل تعتقد يبقى ده تنبؤ? والتنبؤ ده بدون دليل يبقى الشغل على مين? على وين? هو بيجمع كل الرسومات اللي صاحبه عايز يقول لي رسمها. بيجمع كل الرسومات اللي صاحبه رسمها. طيب. ده مدارع مستمر مش ينفع معاه الماضي. يبقى كل بتاع الماضي خلص. يا مدارع بسيط يا مدارع تام. انا اخد مدارع تام على اساس ان الرسومات دي بتتلون ولسه كمان بتترسم. تمام? بعدين الملعب ده نقط عاوز يقول لي يستخدم للتدريب. يستخدم جايب هو واحدها وجايب 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 طبعا اللي احنا بتعونا لها. ل ومن المفروض ان هم يساعدون الناس المرضى. ده يعني ان هم طبعا. طبعا. صبص يعني مدى المفرد ان. مدى المفترض ان. بيبقى لازم يساعده الناس الايه الناس المرضى. بعدين اه بيقول لي نقط الي حصل مبارح او انت كنت بتعمل ايه مبارح. طبعا دي الصيغة السهلة بتاعت الماضي المستمر اللي هي على طول انك انت بتجيب يعني قبل يو عشان في تكوين السؤال بتيجي قبل الفاعل. طيب ايونت نقط طبعا اه لان ده اسم مفرد ويسكر لاول مرة وكمان وعاقف عشان كده ياخد اه عيونت اه بودل اوف ووتر. اه بعدين اه ولا اه نقط از اسليب بيس اوف لاند ستيب ستيب يعني ايه منحضر كده قطعة من الارض او صخرة يعني يبقى كده بتتكلم على الكلف فهي اللي تدي معنى منحضر. المشكلة نوقشت. اه نوقشت. اه نوقشت. اه نوقشت. اه نوقشت. اه نوقشت كسيرا. اونزة ميديا ولا اونزة روم ولا اونزة ميد ولا اونزة ميدل. لا يبقى انت كده بتتكلم على الميديا طالما الموضوع اتعرض ليه يبقى اتعرض للصحفة والاعلام. اه ان الرجل بريء. اند سيتهم فري واطلقوا صراحه. طبعا يبقى مين اللي هيعمل كده ويقرر ان بريء. اه يعني ايه بقى كلمة القاضي. القاضي. اه كانت في قصرة طبعا بس انتم ايه ما اخدتهاش. طيب نوقات كلمة اللي هي الخاتمة. فطبعا اه بتاخد قبلها في الخاتمة. كنت عايز اشكر الناس اللي حضرت ومش عارف ايه. تمام. من المهم انك انك انت تقفل بيتك قبل ما تخرج. عايز هو كلمة افل او غلق دي. عاوز اه اي نيدد هيلب احتكت مساعدة. عشان كده اي اسكت ماي فريند اطلبت من صاحبي تو نوقات مية فيفور. كلمة فيفور يعني معروف او مصلحة وبتاخدوه قبلها. القطع الصغيرة التعليم على الانترنت اصبح مشهور جدا هنا عايز يقول لي يمكنك ان تذاكر حيث ما تحب يمكنك ان تذاكر في المكان اللي انت بتحب فيه وتجد مثلا يعني كم كبير من المعلومات على الانترنت هنا بقى بيقول لي اي ولا لسنز الدروس اه لا الدروس يبقى الدروس ايه بقى طبعا هنا الدروس عاوز يقول لي نقط لست دي فعلي يستمر يبقى النفي بتاحها يبقى بدونت يبقى دوع علشان نقط موجودة يبقى الدروس دونت لست لا تستمر لفترة محددة من الوقت نقط تيتشارز كان انصر طبعا هنا هنقول له هنقول له زير فور ومن سمى او ناخد السهل سو لذلك المدرسين يمكنهم ان يجاوبوا على اي سؤال القطع هنا بقى بيقول لك هل انت ايه هل انت شخص خيالي لو كده اتخيل معايا العالم هيبقى ازاي اه حيث لو كان لو لم يعود فيه تلوس الهواء طبعا بيقول لي ان ايه لم تعود مشكلة الهواء النقي اه اللي حوالينا ده الناس ما دونت هافتوا واربش محتاجة ان هي تقلق على موضوع تلوس الهواء كل وقت هم بيسوقوا العربيات بتاعتهم البنزيم او السيارات اللي هي بتطلع منه بتاعت الوقود اه مش هتبقى مشكلة في الايام اللي جاية اه بيقول لي بقى هي نجحت ان هي تنشئ نوع جديد من العربيات يدور بيه يدور على البترول او على الكهرباء طيب زيس الزفيماس ده بقى اللي هو ايه بيسموه الهي بيرد فالهي بيرد كار دي النوع من العربيات ده بيقول لي اخد الاسم بتاعه في الحقيقة من ان المحرك بتاعه والمطور الاكتروني بتاعه اللي جواه العربيات دي لسهار ما اقل ضرر لي البيئة وهي برضو ما بتكلفش السوائين فلوس كتيرة يعني ولانها بقى ايه بتتطلب وقود قليل من زي قبل النوع من العربيات ده بقى اصبح منتشر جدا بوبيرا المشهورة هو في الولايات المتحدة وهيبدأ بقى ان هو ايه ينتشر ويبقى واسع الانتشار ويستخدم في جميع انحاء العالم والمهندسين والعلماء بقى بيستمروا ان هم يحاولوا يعملوا على تطوير العربيات وربما العالم كله بقى يبدأ يعمل ايه يتنفس هوى نقي وهوى نظيف وات الزمين اي دي اوفزة بسي الفكرة الرئيسية للقطعة هي ايه طبعا وات الزمين اي دي البيبول بتحب العربيات دي we must stop revolution معنى كلمة هاي بيرد ولا هاي بيرد كارز والهي هتبقى الاخيرة ان العربيات اللي هم اخترعوها دي هي اللي هتقلل من تلوس الهواء تمام طيب نيجي بعد كده بقى بيقول لي عايز هو مرادف لكلمة بوبيولر لو حدت تحتها خط عايز مرادف ليها يعني عايز حاجة تشبهها نادر ولا خاص ولا نادر ولا شائع لا شائع بقى ما هي هتسويها هنا من ناحية المعنى هنا بقى بيقول لي تبقى لي القطع طبعا هو في نفس الوقت رخيص ومش ضر لي البيئة بعدين سجست اقترح عنوان للقطعة وي ها فيو ولي انت اخترتن طبعا العنوان بتاع القطعة هي بتتكلم على ايه بتتكلم على التلوس الهواء وتطوير السيارات فاحنا هنقول له ايه بقى هنقول له مثلا the new kind of cars الانواع الجديدة من العربيات the new kind of cars الانواع الجديدة من السيارات وفي نفس الوقت بقى ايه the problem of air pollution مشكلة تلوس الايه الهواء the problem of air pollution مشكلة تلوس الهواء ليه بقى انا اخترت العنوان ده هنقول له as لان the passage القطعة اه اربع السات لا the passage القطعة suggest تقترح suggest solution تقترح حلول for the problem تقترح حلول المشكلة دي ماشي طيب نيجي بعد كده السؤال التاني do you think هل تعتقد ان النوع بتاع السيارات الجديدة the hybrid will be available هيبقى متاح للناس ولا لا وقل لنا ليه طبعا هنقول له I don't think لا اعتقد ان هو هيبقى غلي قوي او منكم تقول له I think اعتقد I think it will be cheap اعتقد ان هو هيبقى رخيص لان الناس مش فرق معاها ولكن المشكلة كلها في الدولة هي اللي عايزة توفر الحلقة كريمة يبقى الدولة هي اللي هترخص النوع ده من السيارات تمام ليه بقى منكم منكم نقول له ها ويقول له purchases منكم نقل له بقى أعتقد ان هتَها بياها لكي يشترى مثلا نبني inspired المجهول لكي يشترى فين في البداية في رأيك بقى هل السيارات الالكترونيك ولا الايه دي الالكتريك اللي هي الكهربائية يعني هتحل مشكلة تلوث الهواء تماما ولا لأ طبعا هنقوله هي هتساعد فيها لكن مش هتحلها تماما يبقى هنقوله هتساعد في حلها بطنوت كمبليتلي بس مش هتحلها ايه تماما لانها هتحتاج ايه هتحتاج كهربا كتير ايه هتسبب لنا مشكلة تاني فين في الكهربا تمام طيب بالنسبة لي الترجمة الانجليز المرة دي بقى ده مضارع تام مضارع تام فاحنا منكم نقول له قد او منكم نبدأ بالرغم من على طول فهنقول نبدأ بالرغم من بالرغم من ان كثيرا من العلماء حذرونا في الوقت الحالي من ان التليفونات المحمولة من ان التليفونات المحمولة لها تأثير سيء على حياتنا او على صحتنا الا ان الناس غالبا دي عشان اوفن هنقول له وان الناس غالبا يستخدمون التليفونات المحمول اكثر من زي قبل اكثر من زي قبل هنا بقى الحكومة هنا بيقول لي ايه بقى اه الحكومة يجد حل انا مش عارف ايه اللي قبل الحكومة دي عشان هي ممسوحة هنا الحكومة يجد حل مشكلة الازدحان من المدن الكبرى اما بانشاء اه على عددنا الكباري او ببناء مدن جديدة وتشجيع المواطنين للعايش بها يبقى نقولها ايه احنا نقترحها نقترحها ان هي تسعة مسلا او تبحث ما هي كده تسعى الحكومة بجد او تعمل القصية مش تعمل دي مش لام فهي لو لم كنا قلنا تعمل الحكومة بجد كنا بدأنا تعمل بجد انما هي كده اكيد طالما اخرها ايه يبقى تسعى الحكومة فاحنا هنبدأ بكلمة الحكومة انا هكتبها وارجع لكم هنقول زي جبرنا منت الحكومة سيكس تسعى هارد تسعى بجد تو سولف علشان تحل مشكلة الازدحان بقى يبقى مشكلة الازدحان فين بقى في المدن الكبرى في المدن الكبرى اللي هي سواء بقى اللي هي اما بانشاء دي فقلنا اما بانشاء بريجز كباري او بناء مودين جديدة شغالين ING عشان كده قلت وتشجيع سا سيتز انزل لهم المواطنين توليف زير ان يعيشوا هناك تمام؟ تسوش لايك وشير السلام عليكم وعط الله وبركاته